شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع كروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والتخطيط بشأن التعاون في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية يأتي هذا في إطار أهمية الدور الذي تقوم به المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في الارتقاء بمنظومة الخدمة المدنية وتمكين كوادر الجهاز الإداري للدولة من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030